تعمل إيه لو أنت على الهوى واقتحم عليك الستوديو الكابتن محمود الخطيب ده حصل مع الزميل خالد دايومي وهو على الهوى في استوديو أبو ظب نشوفه أهلاً أهلاً فضل يا أسطورة كابتن كابتن لا 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 يا كابتن ألف مغروح كابتن كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري أسطورة الكرة العربية وواحد من النجوم المضيئة في سماء الكرة الأفريقية على مدى عقود وعقود استمرت مع قيادته لنادي الأهلي الذي توجه بلقب دور أبطال أفريقيا وأكمل التساعية التي كان يبحث عنها جمهور يعني هي لقطة رأيها كابتن خهلد ورفاقه إنها فيها نوع من تواضع المحترم والتقدير إن الرئيس النادي اللي جاي واحتفى به بيروح يسلم وبيحترم الناس ببساطة وتلقائية وهي قيمة إنسانية هنا بقى هنا إنت بتدي لصاحب الشأن غير غير نتكلم طبعا كابتن خالد على النادي الأهلي آآ كلام طيب أرجو إنها إنها نكون جايبينه لكن هو أيضا يتحدث عن شوف الراجل ده وهو جاي وكرم العالم كله بكرمه ومحط نظر العالم برضو آآ خلقه الإنساني عامل إزاي تصرف عفو طبيعي بسيط فيه تقدير واحترام وهي دي الفضيلة الغائبة اللي احنا بنتكلم عليها من أول حلقة إزاي نقدر يسود بنا الاحترام ورد الفعل عن هذا الاحترام نشوف التقدير عند الصديق العزيز خالد بيومي عن كابتن محمود الخطيب أليا يعني أسطورة بالنسبة لنا في الوطن العرب وفي أفريقيا أسطورة حقيقية بتمثل لنا شيء كبير جدا في كورة القادة المصرية حتى على مستوى الشارع المصري حتى على مستوى الوطن العربي نتكلم على كابتن محمود الخطيب مهما نتكلم مش هنديله حقه لا فنيا ولا كراوين ولا حتى على مستوى الأخلاقي ككابتن محمود الخطيب اللي شفناه النهاردة بالنسبة لتكريم النادي الأهلي وتكريم كابتن محمود الخطيب كالأهلي كنادي قرن أعتقد ده جاي وناتج من سلسلة عمل كبير جدا وسيستم عمل كبير داخل منظومة النادي الأهلي اللي احنا كلنا نتشرف فيها نتشرف ان احنا مصريين ونمتلك نادي زي النادي الأهلي بكل أمانة بكل حياتها ناس كتير جدا بتكلم بتقول لك احنا بنجامل الأهلي ولكن تاريخه والقابه واسمه ووضعه اللي فرضه العالم كله مش على الوطن العرب وافريقيا يتحللنا فرصة نحن لأهلي فعلا واحد من أعظم الاندي الموجود على مصر العالم وجوده كابتن محمود الخطيب اللي احنا شايفينه قدامنا على الصورة وجهت نظر الشخصية وسلامه لنا كمان في الاستوديو شرف لنا كلنا وأخلاقيا بيحرجنا دايما انه ساحب حياء كبير بمثل هذه الأشياء الصادقة البسيطة وتواضع الكبار ينصلح الحال والناس كلها تبقى سعيدة صعبة صعبة هو لازم التعالي هو لازم التجاوز ما هي حاجة بسيطة جدا خلت كل الناس تحترمك اكتر وتحطك على رأسها اكتر ده فيما تعلق بالقيمة الانسانية والتصرفات التي تصلح الحال زيما بتقول الفضيلة الغائبة حاجات بسيطة ولكن ماذا عنه وهو يتحدث بقى عن قيمة الجائزة والنادي الاهلي وما يشعر به خالد بيومي خارج الحدود كابتن خالد اللعطة بتاعتك مع كابتن خطيب يمكن خطفة القلوب خطفة قلوب كل الاهلوية وكل قلوب جماهير المصرية لحظات الاحترام المتبادل دي بتبقى لحظات لها قيمة لها تمن يعني ما بنشوفهاش كتير جدا لما نلاقي احترام من اسطورة كبيرة زي كابتن محمود الخطيب وايضا اسطورة كبيرة في التحرير كابتن خالد بيومي اكيد الموضوع لازم نقف عنده نتكلم عليه ربنا خليك يا كابتن يا ربي ربي خليك الاحترام طبعا يعني موجود ومتواجد بس طبعا لازم ندور عليه ولازم نلاقيه لما يكون عندك اسطورة كبيرة جدا في كرد القدم وتاريخيا واحد من العساطيك وتقال عن مسطولة العربية وافريقيا ومصر كلها كابتن خطيب ويطع لك الستوديو خش عشان يسلم عليك شخصيا اعتقد ان ده شارف وسام على صدر ان كابتن محمود الخطيب يجي فضل لستوديو ويطعن على هوا لأول مرة في التاريخ يعني اعتقد ما حصلتش قبل كده من كابتن محمود وبالتالي احترام الاستورة واحترام الشخص المطاعدة الكبير كابتن محمود لابدنا عم نقف لكلنا احتراما على ما قدمهما يقدمه الكرة المصرية اول النادي الاهل وبالتالي طبعا ده كان اقل واجب من الواحد يوم احترامنا تقديلا لهذه الشخصية الكبيرة جدا اللي بتسطر اسمها تاريخيا ازا كان على كرد الخدم وعلى المستوى الاداري بالنسبة لله طبعا كموقف بالنسبة لي يعني غريب جدا وصعب جدا ولكن الحمد لله زي ما انت قلت كانت مفاجأة يعني اه مفاجأ وفكر بالاحترام من الحمد لله يعني الحمد لله الناس كلها بتحترم اكو الناس كلها بتحترم كابتن محمود الخطيب وده وسام على صدران يكون في العيب بقيمة واخلها كابتن محمود الخطيب موجودة في مصر في الوطن المعرك بالفكرة يعني على شكرة الوطن العربي كله بتشرف بكابتن محمود الخطيب طبعا طبعا مش قادر افهم ولا استوى مصر يعني مصر يعني بعض الجميل في مصر لا تقدر ولا ولا تستوى بقيمة محمود الخطيب خارجينا والتالي محمود الخطيب يبقى محمود الخطيب وعند ممكن اختلف معاك يا كابتن خالد فاضل لا اختلف معاك في الجزئية دي لان ما فيش حد ما بيقدرش كابتن محمود الخطيب يعني اعطاك دي انا شايف هو على السوشال ميديا كابتن وانت عارفه شايف السوشال ميديا شايف ما وصلنا ليه من مخاطر كبيرة جدا جدا ودي سببها احنا كاعلاميين احنا وبالتالي انت سببها احنا كاعلاميين سببها ان احنا بنرسخ كلمة التعاصب عند الجمهور وبعد دي كده بنحاسب الجميل وبالتالي طبعا هتفق معاك ازا كنت اختلفت معاك لكن هتفق معاك كابتن محمود الخطيب قيمة جوية جيدنا لنا كلنا وزا ما بولك يا الفكرة كلها ان الكابتن محمود الخطيب يقدر عربيا وافريقيا وحتى الاواء عالميا في التوقفات العالية وبذالي لابد من تحضيره في كل جزء من الكرة المصرية وابطة الكورة في خدمة لو عندك ثلاث الكلام يعني هو سأل سؤال اولا ساد خالد بايومي ليه قيمة الكلام ان يأتي من شخص مثل خالد بايومي كابتن خالد بايومي هو شخص معروف انه اسماعلاوي كان عند مجلس ادارة في النادي اسماعيلي اه زمالكاوي ولكنه في الاخ الرياضي اولا مش ده في الاول شخصية رياضية مهمة اه رأيها له اعتباره هو بيقولك انا مستغرب ان يلقى الكابتن الخطيب هذه الحفاوة من بعض الناس داخل بلده يعني كيف لا ينظر اليه وان بعض الناس تقولك اصطورة في ايه بيقولك ازاي انا بيندهش من هذا السؤال ان يطرح في الداخل وهو يرى العالم كله وهو يقدره ويقيمه كفرد وبعدين كرمز لمؤسسة تستحق ان يقف لها ويقف له الجميع احترام اشتركوا في القناة